السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في قناة مطبخ مريم ان شاء الله كامل تكونوا بخير ثم تشوفوا في هذا الفيديو نجدكم في هذا الوصفة السريعة للخبز التركي يعني تحضر في ساعة في وقت واجيز وقصير جدا تقدروا اخر دقيقة يوجد لكم بالخف نبدأ بسم الله على بركة الله نشوف المقادر وطريقة التعذير هنا عندي السوائل عندي زوج بيض يكونوا على درجة حرط الغرفة عندي ربع كوب زيت كوب ساعة 250 ملل وعندي زوج كيسان مدافي وكاس حليب هنا نخلطهم ونضيف المواد الجافة عندي هنا زوج مغارف كبار من السكر وزوج مغارف كبار من الخميرة الفورية الخبز الجافة من السهل يعني لتحضير وسريع جدا كذلك هنخلط هاد المكونات اولا من بعد نضيف الفارين هنا عندي كيلو فارينة ويعني تقدروا في الاخر يخصوا الفارينة راح تزيدوا طبعا تقريبا 200 غرام هنا نخلط تقريبا 500 غرام الفارينة نخلط مليح هنا نضيف ملعقة صغيرة من خاملة الخبز اعفوان خاملة الحلوة وعندي مغرفة كبيرة من الملح نخلط هاد المكونات كامل مليح من بعد نضيف نضيف نصف كيلو انا نضكروا نضيف العجين بشت عجينة لمدة تقريبا 5 دقائق ونعود نرجع لكم هنا بعد ما عجنتوا نرى لكم كيف رجاء يأتي شوية تلاسق في اليد نغطيه ونخمر يخمر 4 ساعة ثم نضيف ثم نضيف 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 داخل الفرن على 50 درجة يعني يخمر لكم بالخف يعني يكون العجينة تخمر لكم في نص ساعة المهم انا اقسمتها على 4 دقائق ثم نضيف نضيف ثم نضيف ثم نضيف ثم نضيف ثم نضيف ثم نضيف خفز تلك الزجاج ثم نضيف ثم نضيف ثم نضيف ثم نضيف ندهن بخليط سافر البيت على درجة حرارة الغرفة والأخت كذلك على درجة حرارة الغرفة لكي لا تنزل لكم شعنية العجينة نزين بالسانج و نصخن الفرن و ندخل الخبز على الأكثر يأخذ لكم 15 دقائق الخبز التركي كما رأيكم ترون خفيف و اسفنجي و واحدة بنا ما شاء الله قد لكم سريع التحضير تقدرون ساعة الأخرى قبل الفطور تخدموه وتحطوه سخون والريحة التعوي ما شاء الله ستعبق في الدار نفتح لكم الخبز على زوج كيف يأتي من الداخل يعني ناجح و مضمون ها و ليك يعني و اللي بنا ما نحكي لكم ما شاء الله كما رأيكم ترون لا يأتي متقب و يأتي بابا من فوق اليداي ما نحبهم مناية رأيكم تعرفون نحبهم في البيزا و في الخبز هذا هو أخواتي نتمنى انكم تجربوا هذا الوصفة و انتمنى انها تنجح معاكم ان شاء الله يا ربي نقولكم تهله في الوحكم و صح فطوركم الى ملتقى ان شاء الله و السلام عليكم اشتركوا في القناة